ما هو المتصفح الخفي؟ هل يمكنني تزويد عدد المشاهدات أو أربعة سالف ساعة من خلال هذا المتصفح الخفي؟ هل سوف يتم احتساب هذه المشاهدات على اليوتيوب؟ وهل عندما تكون القناة الخاصة على اليوتيوب مفعلة الدخل ويمكنني أن أقوم باستخدام المدصفح الخفي من أجل زيادة عدد المشاهدات؟ كل هذه التفاصيل إن شاء الله سوف نشرحها في هذه الحلقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الأخوان الكرام في هذه الحلقة الجديدة كما نعلم فالمتصفح الخفي يستخدمه العديد منكم لعدد من الأغراض على سبيل المثال هناك بعض الأشخاص يستخدمون هذا المتصفح الخفي من أجل التخفي باستخدام مثلا زيادة المشاهدات على اليوتيوب وهذا غلط كبير جدا سوف نشرح تفاصيل على أحدا كما قلنا بالنسبة للمتصفح الخفي فاقت تقوم بالدخول إلى المتصفح الخاص بك مثلا جوجل كرون ثم تذهب إلى هذه النقطة الثلاث سوف تجد هنا علامة تبويض جديدة نافذة جديدة وهنا سوف تجد نافذة جديدة للتصفح الخفي نقرأ عليها بهذا الشكل بعد ذلك سوف يضع لك المتصفح الأسود بهذا الشكل وبهذه اللوغو كما تلاحظون لقد انتقلت إلى التصفح المتخفي جيد الآن العدد منكم بعض الأسئلة طرحت علي من طرف بعض الإخوة هل يمكنني أن أقوم بزيادة عدد المشاهدات من خلال استخدام هذا المتصفح الخفي وهل سوف يتم احتساب هذه المشاهدات سواء كانت القناة الخاصة بمفاعلة الدخل أو عندما يتم تحقق من القناة عندما يتم كما قلنا التحقق من عدد المشاهدات بعد أن أقوم بالحصول على المشاهدات من خلال 4000 ساعة من خلال هذا المتصفح فبالنسبة لهذا السؤال أخواني الكرام فالمتصفح الخفيلة أنصح به لماذا؟ لأنك عندما تقوم بمشاهدة مثلا فيديوهات الخاصة بك من خلال هذا المتصفح فلن يتم احتساب هذه لن يتم مشاهدة هذه كما قلنا الصفحة الخاصة بالفيديو على سبيل مثال سوف نقوم بكتابات وسوف نشاهد هل سوف يتم تسجيل هذا المواقع الذي سوف نقوم به على سبيل مثلا نقوم بكتابات مثلا جوجل بهذا الشكل ننقل على أوكي مثلا هنا السجل سوف ننقل على السجل بهذا الشكل ثم سوف نشاهد هل تم تسجيل الصفحة التي قمنا بزيارتها كما تلاحظون لم يتم تسجيل الصفحة التي قمنا بالدخول إليها ولكن كما قلت أخواني الكرام فعندما تستخدم إحدى كما قلنا إحدى المواقع التابعة إلى جوجل مثلا اليوتيوب كذلك مثلا جيميل مثلا حسابك على جوجل عندما تستخدم هذه الحسابات فيتم تسجيل هذه كما قلنا الأيدي الخاص بهذه الصفحات عندما تقوم ب كما قلنا استخدام هذه المواقع يتم تسجيل هذه الأشياء لماذا؟ لأن عندما تستخدم مثلا شبكة الواي في الخاصة بك يتم تحميل الآي بي الخاص بك وكذلك مجموعة من التفاصيل الأخرى التي يتم تسجيلها وهذا ما يؤدي إلى كما قلت معرفة هل قمت بتصفح هذه المواقع تابعة لها وغيرها الآن سوف نذهب إلى بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر إخواني الكرام على سبيل المثال فقد قمت بتجهيز لكم بعض المرفقات على سبيل المثال هنا طريقة احتساب مقاييس التفاعل على سبيل المثال هنا تعكس مقاييس التفاعل على اليوتيوب عدد المشاهدات والاشتراكات والمعجبين وغير المعجبين عدد المرات التي تم فيها التفاعل مع الفيديو أو القناة تعتبر هذه المقاييس معايير مهمة لمدى رواج الفيديو الخاص بك أو قناتك بشكل عام نريد تأكد من أن المقاييس المحتوى الخاص بك عالية الجودة وناتجة عن مستخدمين فعليين على سبيل المثال من الأفضل من الأفضل أن تجعل الفيديوهات الخاصة بك يشاهدها أشخاص آخرون عندما يقومون بالدخول إلى القناة الخاصة بك وهؤلاء الأشخاص تكون المشاهدات الخاصة بهم فعلا مشاهدات حقيقية ليست مزيفة لذلك فهنا يقول لك نريد التأكد من مقاييس المحتوى الخاص بك عالية الجودة وناتجة من مستخدمين فعليين وليس من برامج كومبيوتر وتتطلب أنظمتنا بعض الوقت لتحديد البيانات الصالحة العدد المجاهدة والاشتراكات والمعجبين وغير المعجبين على سبيل المثال فالأنظمة الخاصة باليوتيوب مثلا الربوهات الخاصة باليوتيوب أو لسيب بورر خاصة باليوتيوب يقومون بتدقيق فيما يخص عدد المشاهدات كذلك عدد المشتركين وغير المعجبين كيف ذلك؟ يقومون بفحص المشاهدات التي حصلت عليها هل هي مشاهدات حقيقية أم مزيفة؟ فعلى سبيل المثال فإذا استخدمتها كما قلت لكم قبل قليل متصفح الخفي سوف يتم اكتشاف هذه الساعات ربما قد تحتسب هذه المشاهدات فيما يخص 4000 ساعة الخاصة بك لكي تقبلها في برنامج شركة اليوتيوب ربما لا لكن هناك أمر مهم جدا فلنفترض أنك حصلت على 5000 ساعة مشاهدة فيما يخص تصفح المتصفح الخفي فربما تحتسب لك 3000 ربما 2000 لا تحتسب لماذا؟ ربما تكون هناك كما قلنا ربما الربوهات وكذلك البرامج خاصة باليوتيوب لن تكتشف بعض الساعات التي حصلت عليهم خلال هذا المتصفح لكن على العموم فهذه بالنسبة لهذا الأمر فأنا لا أنصح به أن تستخدم المتصفح الخفي فيما يخص هذا الأمر لماذا؟ سوف أريكم على سبيل المثال هنا فيما يخص مساعدة اليوتيوب هنا يقول لك بعض سياسة إضافية التشجيع على انتهاك بنود الخدمة على سبيل المثال أنا أقوم بشرح لكم في هذه الحلقة تصفح الخفي وكيف هل سوف يتم احتساب عدد الساعات المشاهدة التي كما قلت تشاهد من خلال هذا المتصفح الخفي فهذا الأمر فهو مخالف لبنود خدمة اليوتيوب لذلك إذا نشرت محتوي شجع مستخدمين آخرين على مخالفة البنود الخدمة يمكن أن نزيله ونفرض عقوبات على حسابك ويمكن في بعض الأحالات أن نغلق الحساب الخاص بك كما قلت لكم أخواني الكرام فأنا لا أشجع على المتصفح الخفي فهو مخالف لذلك المرجو منكم عدم استخدام هذا المتصفح الخفي إذا كنت تريد أن تقوم باستخدامه فهذا الأمر يعود لك لكن أنا أنصح بأن تترك الفيديوهات الخاصة بك يتم مشاهدتها من طرف أشخاص يحبون مشاهدة فيديوهات الخاصة بك ويكتشفون ما مدى محتوى الخاص بك وغيرها من التفاصيل كذلك هنا فهنا فإذا لاحظتم معي لا يسمح على اليوتيوب بأي نشاط يهدف إلى زيادة عدد المشاهدات أو المعجبين أو تعليقات أو مقاييس أخرى بشكل زائف سواء كان ذلك باستخدام أنظمة آلية أو من خلال عرض فيديوهات أمام المشاهدين بدون رغبتهم ماذا يقصدون هنا يخواني الكرام كما قلت لكم عندما تستخدم مثلا متصفح الخفي تقوم بفتح مجموعة من النافذات وتقوم بوضع فيها هذه تقوم بفتح مثلا فيديو لك تقوم بفتحه في مجموعة من النافذات وهذا أمر كما قلت لكم يعتبر مشاهدات زائفة ولا يسمح أيضا بنشر المحتوى الذي يهدف فقط إلى حد المشاهدين على التفاعل معه يعني هنا عندما تقوم بنشر المحتوى أو فيديوهات الخاصة بك التي تهدف إلى حد المشاهدين على التفاعل لذلك قلت لكم فمن الأفضل من الأفضل مثلا قمت بإنشاء قناة يوتيوب قم بتقديم محتوى جيد وفارد ودع المشاهدين الحقيقيين يشاهدون الفيديوهات الخاصة بك لا تقوم باستخدام برامج لا تستخدم المتصفح الخفي لا تستخدم بعض الآليات لزيادة عدد المشاهدات أو مواقع أو غيرها فهذا الأمر فهو مخالف قد يؤدي إلى عدم احتساب الساعات الخاصة بك وكذلك المشتركين وكذلك سوف يتم رفض القناة الخاصة بك بصفة عامة لذلك أنا أخواني الكرام لا أنصح بهذه المتصفح الخفي كما قلت أن تلك الحرية في أعملية الاختيار المهم أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نلأ إعجابكم لا تنسوا دائما دعمنا بالنقل على زر لايك للفيديو لا اشتراك في القناة شكرا لكم على المتابعة إلى حلقات قادمة بحولنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة